إلى أبصرك أيها المصلون إن الأولاد هم زهرة حياة آبائهم وقرة أعينهم وعماد ظهورهم وثمار قلوبهم يرون فيهم امتداد وجودهم ومستقبل أيامهم فيبذلون لهم حصاد فكرهم وعصارة تجاربهم فقد كان أحد الحكماء يقول لبنيه يا بني إني مزودكم من نفسي أي بوصايا فيها ثمرة عمري وخلاصة فوائد حياتي فلا أحد أحرص على ما ينفع الولد من أبيه وأمه ولا أحد أشفق على الابن منهما وليس في الأرض من تطيب نفس الوالدين أن يفضل عليهما غير أولادهما أيها الآباء لقد كانت الوصية للأبناء تملأ بيوت الأنبياء ويرددها العلماء والحكماء فهذا نبي الله نوح عليه السلام يوصب نبو وصية المشفق عليه المحب له فيقول له يا بني إني أوصيك وها هو إبراهيم عليه السلام قد خلد الله تعالى وصيته لأولاده فقال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا يخفاكم ما قاله لقمان لابنه وهو يعظه فقد وصاه بالإيمان بربه وتهذيب خلقه والإحسان إلى غيره وكان سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حريصا على بذل الوصية لذريته فقد قال لابنته فاطمة رضي الله عنها بعبارة ملؤها المحبة والرحمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به ثم أوصاها بخيري الدنيا والآخرة وهذا دأب عباد الله المؤمنين قال رب العالمين ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة جعلني الله وإياكم منهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الذي وهبنا الأولاد والذرية فنعم الهبة والعطية والصلاة والسلام على خير البرية ورحمة الله للبشرية وعلى آله وأصحابه ومن تبع طريقهم المرضية أيها المحبون لأبنائكم الحريصون على نفعهم إن الوصية عادة عربية وقيمة إسلامية تبث في نفوس الأبناء قيما نافعة وحكما جامعة لا يخبو بريقها ولا ينقطع ثمرها ولا ينطفئ نورها حبلها ممتد من جيل إلى جيل ينقلها الآباء عن الأجداد ويرثها الأبناء عن الآباء فتذكروا أيها الآباء والأمهات وصايا آبائكم وبثوا شذاها لأولادكم مستعينين بتوفيق ربكم أوصوهم بطاعة ربهم وصلة أرحامهم والإحسان إلى غيرهم والتمسك بالعادات الأصيلة والقيم النبيلة والوفاء للوطن وقيادته ولتكن وصيتكم مكسوة بأعذب الكلمات مصوغة بأطيب العبارات صبوا عليها رحيق محبتكم وجملوها بعبير مودتكم واستثمروا الأوقات الملائمة لها والأزمنة المناسبة لبثها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر قربه من الصغار والكبار ودنوه منهم فيبث نصائحه لهم كما في قصة ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات كما كان عليه الصلاة والسلام يمهد بين يدي وصيته بكلمات التحنن والتقرب والتعطف والتحبب فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فقال لي يا معاذ والله إني لأحبك فقلت بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك قال يا معاذ إني أوصيك ويا أيها الأبناء اهتموا بوصايا والديكم ومن هم في مقام والديكم كخالكم أو عمكم فإنما عم الرجل صنو أبيه فوصاياهم درر تنفع في الصغر والكبر ألا وإن وصايا حكامنا وصايا غالية على قلوبنا فهم أبعدوا نظرا وأكثروا خبرا وأعلموا بمصالحنا وأبصروا بما ينفعنا دونوها واستحضروها وفي قلوبكم احفظوها واستثمروها خير مستثمر فإنها لكم نعم المدخر وستكشف الأيام لكم عن أهميتها فالوصية ما تلبث أن تؤتي أكلها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة الأكرمين اللهم أدم على دولة الإمارات الأمان والاستقرار والرقي والازدهار وعم العالم بالرحمة والسلام اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه اللهم احفظ أولادنا وأرنا من توفيقهم ما تقر به أعيننا وأعنا على نصحهم وحسن توجيههم اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل واشكروه على نعمه يزدكم